معك تأثير توقف الدوري في الوقت الحالي على الإمكانيات الأندية والإنكم بتاعها والدواخل بتاعتها نتيجة تازل التوقف تمام إحنا لو جينا بصينا للموارد بتاعة الأندية عموما هنلاقي أن تقريبا حوالي من 60% ل70% من موارد الأندية من البس التلفزيوني البس التلفزيوني بالإضافة ليه الراعي بتاع الأندية بالإضافة ليه الماتش دي ده بتكلم على البرى مصر أو بنتكلم على اللي هو التكت مش موجود عندنا فالتلات حاجات دول خلي بالك قبل ما أنت تكمل إحنا كنا بنتطلع طبعا قبل الأزمة دي وبتالي خطوات تتاخذ من الدولة ومن اتحاد الكورة ومن الوزارة الشباب والرياضة في جزئية الرجوع مرة أخرى للدوري وكان فيه تجهيز طبعا إحنا حظنا وحش فيزي جزئية أن يجي الكورونا يعني عشان بس الناس تبقى فهمة أن إحنا كنا رايحين لحطة عودة الجماهير مرة أخرى يعني ما ديه كانت الأزمة اللي كانت موجودة عندنا إحنا كان عندنا النشاط الحمد لله مستقر كانت المشكلة في عودة الجماهير وديه اللي كان الناس كلها بتدور أنها ترجحها لغاية ما حصل في العالم كله المشكلة اللي موجودة دلوقتي مشكلة الكورونا فبدأت أن احنا نرجع خطوطين أو ثلاثة وارا نحنا عاديين نرجع النشاط مش نرجع الجمهور صحية فده هي دي النقطة الموجودة دلوقتي أو ده المشكلة اللي العالم كله بيتطلع إليها أو بيدور على حلول لها في الفترة الحالية تمام فزي ما أقولك كان ديه من ضمن الدواخل بالنسبة للأندية من ضمن الدواخل بالنسبة للأندية فطبعا الحاجات دي كلها متوقفة في أصادها في الناحية التانية المصاريف شغالة يعني احنا الموارد بتوقف مش أصادها المصاريف ما بتوقفش اللاعبين له مرتبات الموظفين له مرتبات فيه مكافآت فيه نسب من القيمة بتاعة الأقود بتاعتهم فكل دي حاجات موجودة وده مصاريف هي الأندية ملتزمة بيها فهي دي المشكلة الأوداء اللي عامل المشكلة في الفترة الحالية اللي هو النهاردة أن أنا كان عندي موارد شغالة توقفت ودلوقتي عندي مصاريف لسه مستمرة فمحتاج أن أنا أغطي المصاريف دي أو أكفر المصاريف دي فهي دي المشكلة اللي موجودة أو دي اللي بتسع عليها الأندية أو الحكومات على مستوى العالم كله بالنسبة للغاية بس أعايز أقول حاجة بالنسبة للأندية المصرية أندية المصرية أكثرها بتعتمد على كرة القدم عشان تصرف كمان على الأنشطة الأخرى صح ونغلطة؟ مظبوط أنت عندك كم نادي في مصر بس عنده كرة قدم مفيش تقريباً مفيش عندك غير ودي ديجلة مثلاً كرة القدم بس هو نادي اجتماعي بشكل بيها بس مصر مقاصة مفيش حد تاني بيرامدس هم دول الناديين أو التلاتة اللي بيعتمدوا على كرة القدم ومعندهمش أنشطة تانية أخرى بيصرفوا عليها لكن الأندية الأخرى بقى ما تيدي تبص الأهلية الزمالك المؤولين كله بيعتمد على كرة القدم عشان الدواخل بالنسبة له ويبتدي يصرف بيها على الأنشطة الأخرى فتوقف كرة القدم أعتقد هيأثر أيضاً على الأنشطة الأخرى وده مظبوط الكلام يا هذا مظبوط ومؤثر بشكل كبير جداً على الأجور بتاعة الموظفين في النادي يعني في النادي من ناحية النادي الاجتماعي الأنشطة التانية في أجور موظفين وفي مرتبات موظفين برضو ده مؤثر بشكل كبير بس إحنا عندنا في مصر برضو في حاجة تانية اللي هي الدعم الحكومي يعني برضو احنا نتكلم عن الأندية دعم الحكومي كامة دكتور انت عارف مصاريف الأنشطة التانية مع مصاريف الناس العاملين داخل الأندية يعني برضو تبقى الدعم بيديك دعم لكن هل هيكافي الجزء دي؟ على بالك دكتور أشف صبحي من الناس اللي هم يعني طبعاً بجانب العلم اللي عنده لكن بيحب جداً انت يبقى فيه التسويق بيحب الفكرة ان انت تقدر تعتمد على نفسك ما تعتمدش على الحكومة من خلال الدعم اللي بيجي وده اعتقد ماشي بيه في شكل كويس دكتور أشف صبحي فما بالك بقى انت دلوقتي الأندية انت محتاج انك تعمل دواخل بالنسبة لك بعيد عن الوزارة والدعم اللي احنا بنتكلم عليه ده بس لو جينا بصينا برضو للدواخل بتاعة الكورة في مصر او النشاط الكورة في مصر هنلاقي ان هو برضو ما بيحققش الربحية العالية او ما بيحققش الربحية الكبيرة اللي يقدر يصرف بيها على الانشاطة التانية يعني هي بس القصة كلها دوقتي او المشكلة اللي موجودة عندنا فعلا دلوقتي ان انا اغطي المصاريف بتاعة نشاط الكورة في الاندية موسيقى